السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم ان شاء الله نقدم لكم مائدة رمضانية وبما اننا دخلنا في الاسبوع الثاني ديال الشهر الكريم قلت نغير شوية يعني في الوجبة ديال الافطار لذلك غدا نحضر واحد طبق رئيسي وهالطبق هذا غدا يكون عبارة على التنجية صراحة كنت مشيهيها بزاف مهم قلت ضروري انني نحضرها غدا نحضر كذلك سلطة ديال الخضر وغدا نحضر واحد الكيك للمكونات دياله موجودة في اي بيت والاصل ديال هاد الكيك هذا هو اي طالي كي يجي اخفيف وارطب والديد الديد بزافي لغير جربوه انا اكيدة انه غدا يعجبكم تمنى ان الوصفة ديال اليوم اعجبوكم وكذلك تستبدو معي في هذا الفيديو هذا ويلا نبدأ وبسم الله بسم الله اول شيء غدا نبدأ تحضير دياله وهي التنجية عندي هنا يا كيلو ديال لحم ديال بقر ستستعملتان هنا الملج او ممكن تستعملوا الكتاف او الدياله المهم في كل واحد وشنو كي يبغي في التنجية غذي نحتاج واحد لمعلقة صغيرة ديال القزبور حبوب من طحون مع معلقة صغيرة ديال الكامون بالنسبة للقزبور والكامون من الافضل انهم يكونهم طحونين طريين او يعني عد طحنتوهم نحتاج كذلك واحد ضامة ديال الزعفران او ممكن تعودوها بزعفران شعرا غذي نحتاج كذلك واحد الرويس ديال التومة انا ما كانش عندي هكام جموع لذلك استعملت تمنياء ديال فصوص ديال التوم بالقشرة ديالهم كذلك غذي نحتاج نصف الحمضة مصيرة الربع خليتو كما هو والربع التاني يعني استعملت غير اللوب دياله وقطعتو الى قطع غذي نحتاج واحد نصف معلقة صغيرة ديال اسم الحار القليل من زيت الزيتون وتقريبا واحد ربع كاس ديال الماء نبدو بسم الله الان في الطريقة ديال التحضير في التنجرة ديال الضغط غذي ندير يعني في القعر ديالها القليل من زيت الزيتون هذي ندير من بعد القطع ديال الحم بنسبة الى بغيتو يعني هاد الحم هاد تشرملو تخليوه ليلة كاملة في تتبيله ديالو حتى الغضعت طيبو غادي يكون احسن مهم انا طيبتو شريتو في نفس اليوم ولكن جرمضاق ديالها رائع بساف بنسبة اللحم الابتو تشرملو كديرو جميع المكونات من غير السمن وزيت الزيتون هي اللي كديروها حتى يعني كتبغيو تطيبو لحم ديالكم سافي يعني في التنجرة درت جميع المكونات غذي نضيف تقريبا واحد نص معلقة صغيرة ديال السمن إلا كان حار كديرو نص معلقة ما كانش حار كديرو معلقة صغيرة أو على حسب انتو ما تدق ديالكم سافي وغذي ندير اذكر ربع كاس ديال الماء وغذي نسد على اللحم ديالنا ونديروه يعني في اصغر فرنه أو بوتاقاز عندكم وكان نقصو عليها العافية وكان خليو اللحم ديالنا كيطيب على خاطره يعني وكيجينا محمر في الكوكوت بالنسبة الى اللحمة طيب الكومش يعني هذي واحد الأستوس أو ملاحظة كد تلوحم على العظم واحد العظم أو شوش عظيمة ديال التمر هكي يعني كيخلي اللحم ديالكم كيطيب بسرعة بالنسبة انا هنا يمستعملة غير كيلو تقريبا نخذلي واحد ساعة ساعة واربع هكاك كلحم ديالناره طيب وواجد نمرو الآن باش نحضروا الكيك ديالنا ليتاه هو كيتحضر يعني بضغية ضغية وكيجي الديد بساف بسم الله في الكاس ديال الخلاط غادي ندير ثلاثة ديال البيضات طبعا يكونوا بدرجة حرارة ديال المطبخ وبالنسبة البيض الى كان صغير يعني كتديروا البعات ديال البيضات هذي نضيف عليه كاس ديال السكر ما يعادل 150 جرام نضيف نصف كاس من الزيت ما يعادل 80 مليلتر كذلك هذي نضيف نصف كاس من عصير ديال البرتقال ما يعادل 80 مليلتر وغادي نخلط او نتحن هذي المكونات كلها مع بعض بعد اما يعني تتحنت لي جميع المكونات هذي نضيف جوج ديال كؤوس ميناء الضقيق كل كاس كيوزن 100 جرام يعني في المجموع 200 جرام ضفت كذلك واحد القبيصة ديال الملحة مبشور ديال برتقالة وجوج ديال اكياس ديال الخميرة ديال الحلوة او البيكن باودر في المجموع ديال 16 جرام سوف نعود نخلط جميع المكونات للمرة الثانية وهنا ياتي كل خلط ديال كيك ديالنا راح جاهز يعني شي حاجة من اسهل ما يمكن تحضيره بالنسبة الي ما كانش عندكم يعني هذي الخلاط ديال العاصر اما كتخلطوها هكا بالخلاط اليداوي بديكم او بالطراب الكهربائي سوف نصب الخليط ديال الكيك ديالنا في المول دائري اللي غلفتو بوراق الفرن بالنسبة المول القطر دياله هو 25 سنتيم من الاحسن ان المول يكون صغير بش يني الكيكة تجيكم عالية وكتجي يعني احسن في المنظر ديالها مهم انا ما عنديش مول صغير ستعمل تعني هذي المول هادا ورهتا هي جات مسيانة سافي هذي ندخل الكيك ديالي الفرن اللي سخنتو من قبل عال درجة تكون 180 درجة كنشالولي غير ملتح تعني حتى كي يطيب وكي يتحمر لنا وديكسعة كنشالوليهم الفوق خذلي تقريبا واحد 30 حتى 35 دقيقة وطبعا ضروري من المراقبة وهذا تكون هو الشكل ديال الكيك ديالنا بعد ما طب غير نخليه جانبا كي يبرد تقريبا واحد الخمسة ديال دقايق فهذا لاتنا اعلامة كي يبرد انا هنا را كنت حضرت الخضر قطعتها ستعملت شوية ديال بطاطا الجزر وكذلك الجلبانة اللي غادي نفورها او ممكن كذلك يعني تسلقوهم الى بغيتهم سافي هنا يا بعد ما برد لنا الكيك زولته من المول وخليته يعني فوق واحد شبكة غير شي شوية يعني كتي برد تقريبا واحد لعشرات ديال دقايق هكاك وغادي نبدأ كنقطعو غادي نقسمو على ثلاثات ديال الطبقات نحاولو انا نقسموهم يكونوا طبقات متساوية كيف كتشوفو يعني الكيك من الداخل تيجي قطني ومطقب وخفيف ومعني فيه ديك النسمة ديال البرتقال تيجي رائع بساف سافي هنا يا بعد ما قسمت الكيكة ديالي الثلاثة ديال الطبقات هذي نخليهم جانبا يعني كي يبردونها شي شوية وفهد الاثناء غذي نمرو باش نحضروا الكريمة اللي راها من اسهل ما يكون وممكن تستعملوها في العديد والعديد من الوصفات بالنسبة الكريمة عندي هنا 308 مليليتر ديال عصر ديال البرتقال ما يعادل جوج ديال كؤوس ديال العنبة هذي نضيف كذلك جوج معالق كبار ديال البودرة ديال الكريمة باتيسيا مع معلقة كبيرة ديال انشاء او ممكن تعود انشاء بالطحين وغذي نضيف جوج معالق كبار ديال السكر وطبعا السكر تيبقى على حساب الضوق هذي نخلط جميع المكونات مزيان وغذي نضيل الكسرونة ديالي فوق النار ونبقى يعني مستمرة بالتحريك حتى يعقد لنا الخليط وكنحصلو على واحد اللي خليطي يكون عاقد بحل شكل ديال الكريمة باتيسيا او بحل اننا يعني كنحضروا واحد لكريمة باتيسيا يعني في بلاسم اننا كنديروها بالحليب كنديروها بعصير ديال البرتقال هدا هو الشكل ديالها مباشرة وهي مازالة سخونة غذي نبدو يعني كنديروها في الكيك ديالنا درت الطبقة الاولى ديال الكيك يعني في الطبق ديال التقديم وغذي نقسم هاد الكريمة هادي على الى نصفين يعني جزء غذي نديروه في الطبقة الاولى والجزء المتبقي غذي نديروه في الطبقة التانية نحاولو انا نوزعو الكريمة ديالنا بشكل متساوي في جميع الجوانب وغذي نديروه في الطبقة الاخيرة ديال الكيك ديالنا وغذي نديروه في الطبقة الاخيرة ديال الكيك ديالنا ونحاولو انا نضغطوه وعني فلسقلينا الكيك مع ديك الكريمة يعني صدقوني هاد الكريمة هادي مع هاد الكيك تيجي رائع خفيف ومعلق وكشت المكونة ديالو يعني رها موجودة قريبا فاي بيت والطريقة التحضير ديالو رها من اسهل ما يكون بنسبة الدزين بدرت هنا اي واحد الكاس في الوسط سوف نزين الجوانب بسكر ناعم وهذا هو الزين التقليدي يحضروا به هذا الكيك كي قلت لكم هو الاصل ايطالي حاولت اني نبحث عن اسم ايطاليا لكن يخرج لي غير بالفرانسي ولكن طعم رائع بثاف سوف يزينتوا بهذا الشكل بسكر سوف ندخلوا للتلاجة كي يبرد مزيان الى حين التقديم في هذا الاثناء اعلى ما تبرد لنا الكيكة سوف نحضروا السلطة بعد ما فورت الخضر ممكن انكم تسلقوهم الى بغيتو سوف نتبل الخضرات بشوية ديال الملحة بشوية ديال الفلفل اسود او البزار سوف ندير القليل زيت نباتية او ممكن تعودها بزيت الزيتون و سوف ندير ملعقة الطعام المايونيس سوف نخلط الكل مع بعض بعد ما تندمج لنا جميع المكونات في الاخير سوف نضيف واحد شوية ديال المعتنس و هناك تكون السلطة نراها جهزة ممكن تضيفوا فيها العديد من الخضروات بحال اللوبيا الخضراء بحال الليفت مهمتو ما الخضر اللي كيعجبوكم ممكن تديروهم مع هاد السلطة هادي او ممكن تديرو معها الروز يعني كتجي لديدة بزيف سوف هناك تكون كذلك السلطة ديال نراها جهزة ندخلها الكلاجة هيا بش يعني كتقدم باردا و سوف يعني كيكونوا تقريبا جميع الوصفات ديال اليوم ديال المائدارة كيكونوا شاهزين لحمته وراه طاب السلطة واجدال يعني غادي بقى وغير يعني دوك ال الأطباق اليومية او دوك التحضيرات اليومية اللي كنديرو دائما سوف هنايا كنت جبت المسمن كان عندي في المجمد جبته خليته كيتطلق جبته غير ثلاثة صافي بعد ما طلقته هو غادي نطيبه وغادي نقطع شوية ديال وغادي ندير واحد الكاس ديال العاصر ونوجدوا يعني المائدة ديالنا الشاي والتمار والشباكية يعني داك الشي اللي كيكون في المائدة الرمضانية بالنسبة العاصر اللي غادي نحضر عندي هنا تقريبا واحد الاترولارب ديال عاصر البرتوقال درت سمعه واحد ثلاثة ديال الخوخات وجوج ديال إجاسات وشوية ديال الفريز اللي كان عندي في المجمد وغادي نطحن الكل مع بعض يعني كيجي واحد العاصر اللي لديت بزاف طبعا كيبقى سكر على حساب الدوكت ديالكم وهكا تنكون وصلنا النهاية ديال فيديو ديالنا ديال اليوم اللي حضرنا فيه تنجية مع الكيك الإيطالي مع السرطة بالخضر كذلك عاصر اللي بالبرتوقال خوخ الإجاس والفراولة أتمنى أن الوصفات ديال اليوم يكونوا عجبوكم تكونوا استفدتموا معي في هذا الفيديو هذا أتمنى ان شاء الله تجربوا التنجية حيث فعلا كتجيل دياله وشي حاجة اللي يعني في الكوكوت كالطيب ضغية ضغية ونحاولوا أننا نخرجوا على المعتاد أو الأطباق اللي تنسلوا دائما إلا عجبتكم المائدة ديال اليوم خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات في انتظار اقتراحاتكم آراءكم وكذلك الدعم وتشجيع ديالكم ما تنسونيش مصالح الدعاء ديالكم بصحاب الرحاق والسلام عليكم موسيقى موسيقى موسيقى